من المدخلات اللي حصلت على الوعي المصري أو المجتمع المصري جعلت المفردات تتغير معانيها جعلت النظرة إلى مقام وآخر تتغير جعلت الحديث عن التصوف يحدث له بعض التشويه أشياء من هذا القبيل أفندم إلا بعض الناس الذين ينسبون إلى التصوف أو إلى الصوفية لا حظ لهم من التصوف سوى إيه الكلمة الاسم فقط لكن لا عندهم سلوك حضرتك التصوف ده اللي عايز يسلكه مش هيرتاح هيشوف المر ومر المر الرجل بيقول إيه مش هيرتاح بمعنى إيه لأن الناس بتقول ده الراحة لا الراحة في العبادة وفي النفس الرسول صلى الله عليه وسلم قال حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها فقال يا رب لا يسمع بها أحد إلا دخلها فحاطا الله تعالى بالمكاره طريق الموصل إليها كل إيه مخالف شهوات النفس فقال قشيت أن لا يدخلها أحد وخلق النار وقال لجبريل اذهب فانظر إليها فقال يا رب لا يدخلها أحد فحاطها فحاطها بالشهوات طريق الموصل إلى النار فقال يا رب لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد بيقول يا من يريد منازل الأبدال من غير قصد منه للأعمال لا تطمعن فيها فلست من أهلها إلا تزاحمهم على الأحوال بيت الولاية قسمت أركانه ساداتنا فيه من الأبدال بيت الولاية أركانه إيه ما بين صمت الولاية أنه يكون ولي من أولياء الله عيد بيت الولاية قسمت أركانه ساداتنا فيه من الأبدال ما بين صمت واعتزال دائم والجوع والصهر العزيز الغالي دي سهلة ولا صعبة دي صعبة طب حاجة تانية الصهر العزيز الغالي لهو الصهر في التقرب إلى الله صهر عيوة في التقرب إلى الله مش الصهر لا مش أي صهر بوضح برضو مع الناس وهو بلوى الصهر العزيز الغالي اللي صار في قراءة قرآن في ذكر الله في صلاة في التقرب إلى الله تقرب إلى الله لسلامة الدنيا لسلامة الدنيا خصال أربع لسلامة الدنيا شوفي ذلك السهلين والأصعابين غفر لجهل القوم لو واحد أخطأ في حقي الله يسمحك غفر لجهل القوم منعك تجهل لا تجهل على أحد لمن سأله الله عليه آه 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 لكن تصوف في حد ذاته هو صميم ومن صميم علم الدين آه بل هو خلاص التصوف